اشتركوا في القناة وكذلك على اقصى الجنوب لانها تابعة للاتراب الجوي الافريقي اللي هو يهم الحدود الجزائرية مع المالي وكذلك مرتفعة الجبال تاع الهوغر والتاصيلي خلال الظاهرة ان شاء الله خلال الظاهرة يبقى دائما النشاط الرعدي هذا الموسم تاع الامطار في البرد المجاورة التعناف الجنوب اللي تخلي هذا النشاط الامطار تاع الرعود على اقصى الجنوب حتى ولا يتندوف لتكون فيها بعد الرعود المنعزل وبكذلك بعد المناطق تاع الهضب العلية الغربية بينما على السواحد الجزائري عند البحر الابيض المتوسط الواحد شمل السحراء السحراء الوسطى سماسابيا والدنيا هانية هين جوز يدركوا لدارسة الحرارة اللي نتضروها مع الصبح هذي الاربع اللي بكروا روحوا من جهة الهوغر والتاصيلي لـ 24 درجة يلحبط على كل حلو الهضب العلية كما الجلفة الشارف كما البيض كما مشارية كما باتنا باريكا خنشلا سطيف تيارة كل مناطق تاع الهضب العلية قسمت هنا 25 ريو تبسا وبين الرعاتر منو قالا عنا باوسكيك دا وجينجل بجاية الجزائر العصيمة تيب أزراب ومرداس منكملو باهم مستخاني موهرن ما بين 26-27 درجة كذلك الا بعد المناطق الداخلية تين دف واحد وثلاثين هي وادراء ونختموه بعين صالح تلاثين درجة لو كنشوفو درجة الحرارة خلال الظاهرة خلال الظاهرة راي نقدر نقوله في الموحدة الفصلية الانسان واحد وثلاثين واشين في العاصمة واشين نحسه خمسة وثلاثين ستاوتلاثين لا تمبراتور سنتيها رد راجع للرطوبات تلاثين باوهرن الشرق البلاد قع واحد وثلاثين السحر الربوسطة خمسة واربعين رايب الموحدة الفصلية التحى الهوغار التاصلي تسعة وثلاثين الاربعين الواحات كما الواد ورقلة توقورت حاسم سعود بسكرة ما بيننا ربعين واحد واربعين حتلثين واربعين درجة كذلك غردية لمنيعة لغواط حوالي واحدة الربعين درجة هي ومدينة حاسي رمل وتلمسان الشلف ما بين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين درجة كذلك في الموحدة الفصلية جزء اللي ينمي لحاو الصيد البحري لبحران جينا شباب شباب كورتقالية اتجاه تعريح غربية تماما الرؤية هائلة من ربع إلى ثمانية مية البحرية حرارة المية ما تغيرت ما بين 29 وثلاثين درجة مئوية أما الإشاعات السمشية دائما تسعة إلى عشرة على عشرة لحد المطلوب خاصة للأطفال والأوقات ما بين العشرة صباح للعصر بهذا المعلومات نختمها بالمعلومات الفلكية اللي تم الجزائر العاصمة وضوحها دائما الشرق وغرب السمشة نبقى لغا نقول لكم ربي دوم قصلكم ويام العاش